تقارير الأدلة الجنائية بموجب يعني إجراءات قضائية ولما يكون هناك عدم قناعة برأي الخبير يصار إلى ثلاثة خبراء وخمسة خبراء وسبعة خبراء لذلك يعني هذا ما يروح حقه ما يروح حقه يا نحمد ما يروح حقه إن شاء الله ما يروح إن شاء الله دور الدولة إن شاء الله يظهر الحق إن شاء الله هل يوم أني طرحت قضيتك على الرأي العام إن شاء الله أكيد وزارة الداخلية مشكورة راح يوصل إلى هذا الصوت ويأخذون إجراء كامل سيادة اللواء يعني ما ورد بالقانون النصب والاحتيال يعني طيب شلون شلون وزارة الداخلية أو رجال الأمن ينقذون المواطني بهاي الحالة تجاه هذا الموضوع نعم وراحسة أخذه يعني الشخص يلقون مستمسكاته الناس تعرف أطشان على التعيين فهو ما تقول لي يستنسخ وينطي يستنسخ وينطي زينا كناس تستغل هذا الموضوع يعني لو نحد مننا بقانون لو نأخذ منفذ لهم لحمايتهم هو القوانين موجودة قوانين لمكافحة الاحتيال كثير من المواد القانونية والست يعني يتأيد هذا الكلام لكن خلي شوية يعني نرجع لورا شوكت صارت عندنا وش كيف اطورت هذه القضايا واستفحلت بالمجتمع العراق هي من زمان تحديدا 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 فترة الحصار صارت عندنا ارتفاع في عدد قضايا الاحتيالات نتيجة ترد الوضع الاقتصادي ونتيجة بالتالي تأثيرها على القيم السائدة وهكذا في هذا الظروف اللي مر بها العراق ظروف الحروب والأزمات والأرهاب والتهجير وغيرها زاد الأمر حده ولذلك شوف نسب الجرائم اللي تقلها علاقة بالعامل الاقتصادي فيها ارتفاع سنة بعد سنة وفق الإحصائيات اللي ترصدها وزارة الداخلية على سبيل المثال يعني القضايا السرقات والاحتيالات تحدث فيها ارتفاع لدرجة انه أصبح الاحتيال حتى داخل الأسرة الواحدة كثير حالات تجينا بالبيت داخل الأسرة الوحدة نعم كثيرة كثيرة أو العالم احنا بالمستقبل القريب عندنا حالة جدا مهمة لكن اعتذر من جنابك الكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر